مرشحات سباق الرئاسي الأمريكي حسيمة دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وهيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي حزبان أقل ما يقال عنهما إنهما متناقضان الفرق الأبرز بين كل من الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي أن الأول يضم الطبقتين الغنية والمتوسطة فيما يضم الحزب الديمقراطي جميع الأقليات إضافة إلى الليبراليين الذين يشكلون نحو 30% من الشعب الأمريكي هذا ويبرز فرق آخر وهو من حيث الضرائب المالية التي ترتبط بإنفاقات الدولة فتنخفض لدى الجمهوريين نظرا إلى سياسة عدم الإنفاق المعتمدة فيما ترتفع مع الديمقراطيين وبين كل من ترامب وكلينتون فروق واضحة أيضا ترامب خربت كل الأضايا يعني منه جمهوري عادي طالع من الصفوف يعني إنعزالي صعب التكاهن عنه بينما هيلاري كلينتون من الدموقراطيين العاديين تتجه تكون مثل رئيس أوباما مع فرض سياسة أماركا بالخارج أكثر مما هو أوباما بريده أما على المستوى اللبناني فمن هو المرشح الأنسب؟ كل شي بيهمهم باللبنان استقرار لحد بعيد ومساعدة الجيش اللبناني لمحاربة داعش ما بعرف إذا ترامب بيكمل بس بتأكد إنه هيلاري بتكمل بهذه الطريقة هو بتطلع على الرابح والخاسر ماديا مش سياسيا بينما نظرة هيلاري كلينتون هي نظرة سياسية إذن وبحسب ما سجله التاريخ فإن السياسة الخارجية الجمهورية التي اعتمدها جورج بوش كبدت الشرق الأوسط حربين شريستين فيما عمل أوباما الديمقراطي على الانسحاب منها ولكن هل يسجل ترامب الجمهوري بسياسته غير المتوقعة نقطة اختلاف على الصعيد العربي في حال وصل إلى سدة الرئاسة لايال سعد قناة الجديد